اهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كرونسوس أقرأ لك من أصحاح 15 آية 57 و 58 شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح يعني نشكر إلهنا أنه بيدينا أن احنا نغلب أنه بيدينا أن احنا ننتصر عزيزي المشاهد لو لك علاقة حية بالمسيح لدينا تبقى واثق أن الرب هيديك دايما القدرة أن تغلب هيديك دايما القدرة أن تنتصر ونشكر الرب من أجل أنه يعطينا هذه القدرة إحنا من غير الرب الخطيئة هتهزمنا إبليس هيهزمنا الهم هيسيطر علينا الخوف هيعزبنا لكن بالرب هننتصر على الخطيئة وعلى إبليس وعلى الهم وعلى الخوف شكرا لله لأنه بيديني أن أنا أنتصر هتنتصر في كل الدوائر بالرب يسوع تنتصر في كل الدوائر تنتصر على المرض تنتصر على مشاكل مزعجة في عملك تنتصر في الدائرة العائلية تنتصر في بيتك على النكد على الخصام بالرب تنتصر شكرا لله الذي يعطينا أن إحنا نغلب الذي يعطينا أن إحنا ننتصر بعدين آية 58 بتقول إيه نتيجة أني أنا بغلب نتيجة أني أنا بنتصر نقرأ الآية إذن يا أخوات الأحباء كونوا راسخين يعني هنبقى راسخين في علاقتنا مع الرب مش هنسيب أبدا إبليس يبعدنا عن الخلوة اليومية يبعدنا عن الاجتماعات الروحية اللي الرب بيلمسنا فيها راسخين مسكين في الرب وواثقين أن إبليس يفشل أن إحنا للينا القدرة أن ننتصر واثقين أن إبليس ينهزم أمامنا لما يبقى عايزنا غير راسخين يعني عايز علاقتنا بالرب متزعزع لا مهما عمل إبليس عشان علاقتي مع الرب ما تبقىش ثبتة لازم أبا واثق أن إبليس ينهزم وأن أنا أغلب وأن أنا أنتصر إذن يا إخوات الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين إبليس عايزك تبقى متزعزع كده في إيمانك في سلامك في فرحك يوم فوق ويوم تحت في الصبح تبقى كويس في الليل تبقى منهزم لا أنت كون واثق في الرب أن لما تبقى مع الرب هتبقى مؤيد بالروح القدس وبقوة الروح مش هتبقى متزعزع غير متزعزعين وبعدين آخر حتة في الآية مكسرين في عمل الرب كل حين باسم الرب يسوع تكسر في عمل الرب لازم يبقى في حياتك حاجة اسمها عمل الرب يعني حاجات بتعملها عشان الرب عشان بتطيع الرب عشان بتحب الرب علشان عايز تعبر عن شكرك للرب عمل الرب لازم في حياتنا يكتر مكسرين مدام الرب بيديني ان انا اغلب وانتصر يبقى اغلب الكسل واغلب الخمول واغلب النوم الروحي ما باش نايم ابقى منتعش واكسر في عمل الرب يقول لك كده كونوا راسخين غير متزعزعين ايه كمان مكسرين 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 انا بكرارها كتير عشان تصلي من اجل ان تكسر في عمل الرب لو انت بتعمل حاجة عشان بتحب الرب بتعمل حاجة عشان ملكوت الرب يمتد بتعمل حاجة علشان نفوس تيجي للرب بتعمل حاجة عشان ناس جات للرب تتبني في علاقتها وتكبر في علاقتها مع الرب لو انت بتعمل كده صلي من اجل ان ده يكتر وان دايما يكتر مكسرين في عمل الرب ويقول كده كل حين خلي بالك من كل حين يعني احيانا ناس خدام بتخدم الرب لما تحصل ظروف معينة ظروف عائلية ظروف مادية يوم عملوا للرب يقل لأينا بيقولك لا انت في كل الظروف لازم عملك للرب يزيد مكسرين في عمل الرب كل حين تقولي طب وازاي عبا عندي مشاكل مالية واخدم الرب اكتر اقولك مادية بقى ده بقى عمل الرب في حياتك ده ان الرب هيديك انك تنتصر تنتصر في هذا الظرف ورغم الظرف اللي انت فيه ده خدمتك للرب هتكتر مش هتقل مكسرين في عمل الرب ليه لان الرب هيدينا ان احنا ننتصر على كل الظروف اللي ابليس بيعملها عشان عملنا للرب يقل باسم الرب يسوع قول معايا كده لو انت بتحب الرب قول كده باسم الرب يسوع دائما سأكسر في عمل الرب دائما حب للرب يزداد وبالتالي خدمة لرب تزداد دائما سأكسر باسم الرب يسوع في عمل الرب وكل اللي بيعمله ابليس عشان عمل الرب في حياتي كل اللي بيعمله إبليس يكون ولكده بإسم الرب يسوع ولكده بإسم الرب يسوع كل اللي بيعمله إبليس ضدي عشان خدمتي تقل عشان عمل الرب يقل كل اللي بيعمله إبليس يكون كلا شيء يكون كالعدم عزيزي المشاهد تعالى معين وكمل التأمل في استلام شعب الرب للنموس قلنا النموس كلمة تطلق على الشريعة اللي الرب عطاها للشعب عطاه له فين في من خلال أو حوالين الشعب كان حوالين جبل سيناء اللي بيقوله اللي هو حاليا جبل موسى في شب جزيرة سيناء الشعب حوالين الجبل وبيستلم الشريعة من الرب عن طريق وسيط اسمه موسى وعن طريق كمان وساطة موسى كان محتاجة هي وساطة الملائكة يبقى عن طريق موسى والملائكة الشعب استلم الشريعة والشريعة هنا بقى اسمها ده اسمه زمن العهد القديم زمن العهد القديم هو زمن الشريعة هو زمن النموس وقلنا ان نموس عبر عن قسمين نموس ادبي اخلاقي سلوكي بيحدد ازاي اكرم ازاي اعبد الرب او ازاي موقفي تجاه الرب يكون ايه لازم اطيع الرب وموقفي تجاه الاب والام وموقفي تجاه الناس وموقفي تجاه الخطية ده النموس اللي يسمون نموس الادبي الجزء التاني بقى من الشريعة شريعة تقصية تقوص ومظاهر تقصية وقلتلك الجزء بتاع النموس الادبي ده هدفه كان في العهد القديم حاجتين مهمين جدا حاجة الاولى ان الانسان يعرف انه خاطئ يعرف انه مش بيطيع الرب يعرف لان فيه حاجة بتقوله ما تعملش ويلقى نفسه بيعمل او عمل فالانسانية تكتشف انه خاطئ ده هدف الشريعة في العهد القديم فيه اهدف تانية بس انا ما اتكلم عن اهم الاهدات ولما الانسان يعرف انه خاطئ ما يقدرش يقرب لله يعبد الرب من بعيد وده اللي شفناه فيه القصة اللي في خروج 19 الرب نازل فوق الجبل والناس حوالين الجبل بس موسى بيستلم والرب بيتكلم والوصايا العاش والشعب بعيد ما يقدرش قرب ليه لان الشعب زي الوصية ازا تثبت ايه انه خاطئ ازاي خاطئ يلمس الرب ما ينفعش يبقى اول حاجة انك انت يا انسان الوصية بتقولك انت انسان ما خاطئ يعني ما بتطعش الرب ولهذا لا تستطيع ان تعبد الرب من قريب لان تعبد الرب من بعيد ومن خلال وسطاء وسطاء في القصة دي كانوا الملايكة وكانوا موسى اما بقى الجزء التاني من الشريعة اللي هو الجزء التقصي بيقول الحل ايه الحل؟ الحل انت محتاج مدام خاطئ محتاج ان الخاطئ يكت تغفر ولا غفران بدون ده اللي بتقوله بقى الشريعة التقصية ببساطة بتقول بدون سفك دم لا تحدث مغفرة يبقى عشان تقرب للرب انت بعيد يبقى محتاج زبائح محتاج سفك دماء وده الزبائح وسفك الدماء في حد ذاتها ما تحلش مشكلة الخاطئ لانها ترمز الزباح الى زبيحة المسيح والدماء اللي كانت بتقدم في العهد القديم ترمز الى دم الرب يسوع بيدال حل اللي خلي الانسان يقرب ان عنده حاجة بتتكلم عن دم يسوع اما في العهد الجديد بقى مش دماء حيوانات لا في العهد الجديد نتمسك بدم الرب يسوع ونؤمن ان دم الرب يسوع طحرنا من الخطيئة ونؤمن بدم الرب يسوع ان بسبب ايماننا بدم الرب يسوع صرنا اطهار امام الله صرنا ابرار بالنعمة امام الله بسبب ايماننا بالدم ايه اللي يحصل بقى خلاص ما بيقيتش خاطي انا بيقيت مبرر بيقيت طاهر امام الله بسبب ايماني بدم الرب يسوع لهذا في العهد الجديد اللي كان واقف بعيد بايه قريب واللي كان محتاج وصائط وناس وصائط ورئيس كهنة وكهنة وحجاب وحاجات زي كده في العهد القديم خلاص الحجاب انشق عشان الدم سفق دم الرب يسوع والرب مات على الصليب حامل عقوبة اسامي فعشان كده لما امنت بي العقوبة مش هتيجي عليها وايماني اتحسب لي زي ما بتقول رسالة روميا بر فبقيت بار امام الله يبقى اقدر اتقدم الى الرب واقترب اليه بدون خوف ولا محتاج وساطة موسى ولا محتاج وساطة الملائكة لان المسيح يسوع هو اللي صار الوسيط الوحيد زي ما بتقول بوليس في رسالته لتيموساوس ولان الوسيط الوحيد لغى كل وساطة اخرى وبين الانسان المؤمن بدم يسوع يستطيع ان يقترب الى الله يبقى ده في فرق ضخم بين العهد القديم والعهد الجديد وفي الحلقة اللي فاتت قلنا ان فيه جزء هام بيشرح الفرق وابتدينا نتأمل فيه والجزء ده هو من الرسالة الى العبرانيين اصحاح اتناشر الجزء ده مهم جدا لان الرسالة اولا بتتكلم ناس كانوا عايشين في العهد القديم عايشين في تقوص العهد القديم عبرانيين عبرانيين يعني يهود عايشين في تقوص العهد القديم عايشين مؤمنين بالنموس بالشريعة اللي خاتها الشعب في حوالين جبل سيناء واللي مكتوبة بقى ابتداء من خروق تسعة عشر لكن العبرانيين دول امنوا بالرب يسوع انتقلوا بين العهد القديم بايمانهم 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 حقيقي فبقوا مسيحيين حقيين انتقلوا من العهد القديم الى العهد الجديد فنتيجة الاضطهات كان فيه بقى ضغط عليهم ان الاضطهات كان من اليهود اقرباءهم يعني لانه لان فيه ناس امنت بالمسيح فاقرباءهم بقى متعصبين اليهود متعصبين جدا جدا بتدوا يعملوا عليهم ضغط شديد عشان يرجعوا تاني بيهود فاتكتبت الرسالة دي عشان تقولهم لا شوفوا الفرد بين العهد القديم بتاع الجبل بتاع سيناء ده اللي شفنا مرعب ويقول الكتاب كده انه بيرتجف لما الرب وهو بيتكلم عشان ييد الشريعة الموسى والنار اللي فيه والدخان ايه ده ده تعبير ان الله قدوس طب والانسان خاطي فما يقدرش يقرب للرب وإلا الزلزال يموته وإلا النار تحرقه وإلا يضمر ما ينفحش يقف بعيد فهنا بقى بيقول لهم ايه لأنكم لم تأتوا في أصحاح 12 بيقول للعبرانين بقى اللي أمنوا بالرب يسوه انتوا جيتوا للرب لما جيتوا للرب انتوا في العهد الجديد لم تأتوا مزي أبائكم لما ابتدى العهد القديم ابتدى عهد الناموس لما كان الشعب حوالين الجبل بتاع موسى والرب فوق الجبل وموسى وسيط زي ما قلنا والملايكة كمان فبيقول لهم هنا لأنكم لم تأتوا إلى الجبل ملموس لأن ده جبل كان مادة يعني العهد القديم مرتبط بالمادة مرتبط بالمادة يعني مرتبط انك تعبض الرب لازم مثلا في الأول تروح شيلو لما كانت الخيمة في شيلو بعدين الخيمة مرت على بعد كده تحولت إلى أوروشاليم في جبل اللي تبنى فيها هيكل سليمان لازم تروح مكان تعبض فيه الرب مكان يحدده الرب ده العهد القديم ليه كل ده عشان إمعانا في إظهار أن الإنسان خاطي وما يقدرش يعبد الرب في أي حتة ولازم يقدم زبايح في مكان معين ولكن العهد الجديد مش كده العهد الجديد حيصوم مجتمعها إثنان أو ثلاثة بإسمي هناك أكون في وسطهم نعمل اجتماع صلاة اتنين تلاتة الرب يسوع يبقى في الوسط ونصلي والرب يسوع في الوسط في أي حتة في الدنيا نصلي بإسم الرب يسوع وإحنا بنصلي كده ندخل إلى عرش الله بدون حواجز وقرينا الآيات بقى نتقدم بثقة إلى عرش النعمة وقلنا أن العرش مبقاش زي العرش بتاع الله اللي فوقه جبل سيناء مخيف ومرعب وجبل بيرتجف جبل سيناء ده جبل موسى العملاق ده بيرتجف ونار واللي يقرب يموت لا 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 خلاص بسبب موت الرب يسوع من أجلي أو بلغة دقيقة بسبب إيماني بأن الرب مات من أجلي العرش الإلهي ما بقاش عرش نار تحرق ما بقاش عرش بيعمل بروق ورعود ومخيف لا بإسمه عرش إيه؟ النعمة في نعمة النعمة لا تخيف النعمة تطمئن نعمة تطمنك أنك أنت مقبول أنت مقبول ما تخافش الرب بيرحب بيك عشان أنت أمنت بأن الرب يسوع تحمل عقابك بالكامل لما صلب من أجلك على الصليب بيقولون إنا لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس حاجة كده مادة بتتلمس لا إنتوا جيتوا بقى الله روح ويعني الخاطب يجي للرب بيرح حتة معينة عشان يبقى مؤمن أو تتغفر خطايا لا ده يسلم حياته للرب يفتح قلبه للرب في أي حتة في أي حتة في أي مكان إيه 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 يحصل هياخد الولادة الجديدة زي اليهود عملوا كده اللي هم العبرانين دول ويدخلوا في العهد الجديد لأنكم لم تاتوا إلى جبل ملموس زي أباكم مضرم بالنار انتوا مجيتوش لنار تحرقكم انت جيتوا للمخلص المخلص اللي بيريح مش اللي تقولي أنا خاط بس انت في العهد الجديد يسوع مات من أجلك لما تجيله هيريحك يقولك تعال إلي وأنا أريحك وأنا أغفر زنوبك لم تاتوا إلى جبل ملموس مضرم بالنار وإلى ضباب وظلام السحب الكسيفة دي اللي جي فيها الرب دي كان فوق الجبل جبل منور بالنار لكن فوقيه الحتة اللي فيها الرب العرش بتاعه اللي بيعلن عن نفسه ده بقى ايه ده ضباب وظلام وزوبعة كل دي حاجات الرب بيعلن فيها انه قوي جدا او له كمال القوة انه قدوس له كمال القداسة وان الانسان خاطي وضعيف وما يقدرش الانسان يقرب للرب ما يقدرش ده العهد القديم مثل العهد الجديد خلاص الرب يسوع لغى المسافة دي اللي كن يعني احنا كنا بعاد الرب يسوع لغى هذه المسافة لاني انا خاطي بس لما امنت بالرب يسوع بقيت بالايمان بايماني بالرب يسوع بقيت بار او بلغة ادق اتحسبت بار ايماني زي ما بتقول الرسالة اتحسب لي بر فبقيت بار امام الله فلاني بار مش بذاتي ده بايماني بالرب بالعمل الرب على الصليب لاني بقيت بار اقدر ما خافش بقى لا في نار ولا في حاجة لاني بقيت بار فانا بيقول ايه بقى لم تأتوا الى جبل ملموس مضرة من بالنار والى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف واحنا قلنا الهتاف كان مرعب اللي شفناه في خلوك تسعتاشر بوق وهتاف بوق بوق بقى ايه وصوت كل شوية يشتد 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 ليه ده زي الصوت اللي البوق اللي يعلنوا بيه ان الملك جاي اه فده ملك الملوك جاي بقى صوت عشان كل الناس ترتعب لانها خاط في الخطيئة لانها خاطئة طب تعمل ايه اه محتاجة قلنا محتاجة لايه للكفارة محتاجة ايه للدم محتاجة للإيمان بالرب يسوع لم تاتوا الى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات الناس الناس اللي سمعوا الشعب تحت احنا قلنا سمع الوصايا العاش الرب بيقول الوصايا العاش ما ديرش قالوا خايفين خايفين احنا هنموت بسبب صوت الرب عشان في خطيئة خطيئة اجرة الخطيئة ايه موت عشان احنا خطاء هنموت لو الرب تكلم معانا طب ما نعمل ايه نحتمي من خطيئنا بايمانا بموت الرب يسوع من اجلنا الدم الدم يمحو كل خطيئنا فاذا مش اخاف ان الرب تكلمني ويقول هنا اي عشرين لانهم لم يحتملوا ما احتملوش المنظر ده وكان المنظر هكذا مخيفة ده تعليق على اللي شرحناها خروق تساعتاشر حتى موسى نفسه موسى هو طالع الجبل الجبل بيتز ونار قال انا مرتعب ومرتعد يعني الوسيط نفسه اللي الرب عمل ووسيط بيقول لك هنا انا مرتعب ومرتعد لا في العيد الجديد احنا مش بناخ خاف من الله في العيد الجديد احنا بنذهب الى الله بثقة بس ثقة نتيجة ايه نتيجة ايه نتيجة ايماني باللي عمل الرب يسوع من اجلي على الصليب نتيجة ايماني بالدم ان الدم ترش علي ومحى زنوبي وجعلني بارا امام الله ولاني بار امام الله مش هقول زي موسى وانا باتقابل مع الرب انا مرتعب ومرتعد هقول انا مطمئن عزيزي المشاهد هكمل معاك الجزء ده في الحلقة القادمة الرب معك الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب لا دينون الان هدية مجانية من خدمة انهار الحياة عند التلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج او بآية استفسارات او طلبات خاصة نصلي معكم من اجلها راسلونا على البريد الالكتروني mail at pastordaniel.org او العنوان البريدي انهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة كمهورية مصر العربية او ريفرز اوف لايف بيو بوكس 433 greenford ub5 9bj uk او ارسلوا لنا بريدا صوتيا او رسالة اسمس على 012 2577 88 واخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة انهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org الربو معكم والى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة